يعتبر التطيب من العادات القديمة التي تورثناها حيث يحرص البحرينيون على وجود المباخر ومرشات العطور في منازلهم إلا أن ذلك يزداد في المناسبات والأعياد ويلقى رواجا وانتشارا كبيرين خلال أيام عيد الفطر المبارك ومن أهم هذه العطور العود الذي يعتبر من أغلى أنواع العطور بالإضافة إلى تعدد أنواعه تعبق البيوت البحرية منذ صباح أيام العيد بالعود الذي يعتبر من أبرز مظاهر العيد فهذه العادة ورثت من الأجيال السابقة وتعتبر إرثا تراثيا وصندوقا حسيا للذكريات نحن مثل ما نعرف أن العود والطيب والبخور حكاية عشق عيشها أهل البحرين في العود يسكن في ذاكرة ويتغلق فيها وهو دائما يكون الضيف الموجود في الأعياد والمناسبات المختلفة كل شخص يحب أنه يطيب بأفضل أنواع العود ولكن لما ييه على الضيف نحن نقدم الأفضل والأفضل للضيف هي من أفضل الضيافات التي يقدمها الشخص بحيث لما أنت تقدم العود وتكون معروف أن العود من أقلع وأجود أنواع الطيب فأنت لما تقدمينه للضيف الضيف يحس بقيمته وقدره وإهتمامه الموجه منك للضيف في أول أيام العيد يزداد الطلب على العود ويحرص محبوها على اقتناء أجود الأنواع لتطيب المنزل وإكرام الضيف إكراما بحرينيا أصيلا يليق به العود مثل ما نقول هو بحر ولكن الشائع في البحرين عندنا أنواع كثيرة من العود وأهمها الهندي وفي الكمبودي ولكن الهندي الشائعة أكثر لأن كسراتها حلوة وكبيرة ويعني كهدايا ويتحلو أن يتقدم وكأن أنت الضيفين في الضيف قبل أي شيء ويتحلو الهندي ريحتها ريحة العود الأصيل يحتل العود مكانة مميزة لدى مملكة البحرين بشكل خاص والخليج العربي بشكل عام وتتصدر مشتقات العود الهدايا الثمينة كما أن البيوت لا تخلو من العود ومشتقاته فالحفاظ على التراث والتقاليد يعني استخدام العود شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شوق العثمان لمركز الأخبار